طيب عسام وصلاح اكيد هبدأ معاكو من مباراة الامس مباراة كبيرة مباراة مش اقول فاصلة او حاسمة على الدورة ولكن خلتنا نشوف شكل الدورة هيحصل فيه الفترة اللي جاية تحديدا بتكلم على الصدارة يعني شفت مباراة زمالكو برامتز ازاي طبعا خلينا يعني يكون واقعي طبعا نتيجة مفاجأة 3-0 دي نتيجة كبيرة جدا على مباراة هي على قمة الدورة زمالكو برامتز الاول والتاني بتتكلم على برامتز بالفنيات اللي عنده باللعيبة اللي عنده بالاسماء بشكل فردي اسماء تقيلة اسماء كلها لعيبة دولية في المقابل طبعا نادي الزمالك اكيد عنده توليفة جيدة قدر فريرا ان هو يستخدمها وقدر ان هو يعزف بيها لحن من اجمل الالحان اللي احنا ممكن نشوفه مع الزمالك خلال السنوات الاخيرة لكن النتيجة كانت كبيرة انا كنت اتوقع ان المباراة هتكون سجال ما بين الفريقين البرامتز شوية هيكون حتى لو اتغلب هيكون بصعوبة لكن 3 اهداف كانت نتيجة تقيلة نتيجة بتقول ان الزمالك هو الاكثر اصرارا على ان هو يحسم لقب الدوري انا ما شفتش ده في بيرامتز اللعيبة شوية كانت مستسلمة يمكن كان يعني حد من الاصدقاء بيتفرج معي بيقول لي طب يعني هو ايه اللي ناقص بيرامتز علشان يكسب فانا كنت قلت له ناقص الضغطة بتاعت الجمهور مفيش جمهور بيضغط عليك مفيش جمهور عايزك تكسب على طول فبالتالي فيه اريحية حتى في وقت الهزيمة محدش هيحسبك بالشكل اللي موجود في الفرق الجماهي اشتركوا في القناة